يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد لبأنا الله من أخباركم فسيروا الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم لما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء لما كانوا يكسبون يحرفون لكم لتعرضوا عنهم فإن تعرضوا عنهم فإن الله لا يقزى عن القوم الفاسقين الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنسر الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قبة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المغاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولهم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين سنعذبهم مرتين ثم يغدون إلى عذاب عظيم وآخروا ما اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا أسأل الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تتهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم لما كنتم تعملون وآخرون مهجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا مضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارم الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد مصس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولزواء خير أم من أسس بنيانه على شفا على شفا جرف انهار فانهار به في نار جغنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسا وأموالهم بأن لهم الرجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الدائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناحون والناحون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا مني قردى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأبواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم بعد إذ هداهم حتى يبجن لهم ما يتقون إن الله بكل شيء حليم إن الله لهم ملك السماوات والأرض يحيي ويميد وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمغادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الوسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم ونن ونن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الثواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان ليهل البدينة ومن حولهم من الأعراب ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم زمع ولا نصر ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يريض الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدف نيلا إلا كتب لهم عنده عمل صالح إن الله لا يضي وجل المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة إنهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذلوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم ثادتهم هذا إيمانا فعن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وعن وأما الذين في قلوبهم مرضا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوقون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أهل ثم صرقوا سعف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفترون لقد داءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما وعليتم حريث عليكم من المؤمنين روح رحيم فإن تولوا فقل أسمي الله لا إله إلا هو عليه توفل وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أليف نامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عدما أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر نبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استمى على العرش يدبر يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه إليه مرجعكم جميعا وحد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وآمنوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من هميم شراب من هميم وعذاب أليم لما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاء وردوا بالحياة الدنيا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنفار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحان قررهم متحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعدالهم بالخير لقضي إليهم أدلهم فنذروا الذين لا يرجون نقاء لا في تقيان يعنبون وإذا مس الإنسان الزر دعالا لدنبه أو طاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ذر مقرك ألم يدعنا إلى ذر مسه كذلك زجنا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وداركم مطلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم دعناكم قلائف في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا مجنات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يقول لي قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نقذي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عسيت ربدي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبث فيكم عمرا من قبل هي فلا تعقلون فمن أظلم من لفترى على الله كذبا أو كذب بآياته إن ه لا يخلح المجرمون ويعبدون من ذور الله ما لا يذرهم ولا ينفعهم ويقولون ها أولا شفعاء أولا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقذي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل إن من الغيب لله فقل إن من الغيب لله فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ذر من بعد ذر أمستهم إذا لهم مكرا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتمون ما تمكرون هو الذي يسجركم في البطر في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء أثهى ريح عاطف وجاء أرضو الموج من كل مكان فذنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض فرصها فزينت وذن أغلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حسيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ويهدي يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت مجورهم قتعا من الليل مثلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشرقاؤكم فزينا بينهم وقال شرقاؤهم لما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يردقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يمدنون قل هل من شرقائكم من يبدأ الخلق كم يعيده قل الله يبدأ الخلق كم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شرقائكم من يهدي إلى الحق كن الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا أغنى إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومن هم من يؤمن به ومن هم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وين كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومن من يستمعون إليك أفأنت تسمع الشن ولو كانوا لا يعقلون ومن هم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشر كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خصر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعد الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يقعنون ولكل أمة رسول فإذا تاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يخلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كلا أملك لنفسي ذرا ولا نطع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء آجلهم فلا يستأصلون ساعة ولا يستقدمون كل أرأيكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا أو نهارا ماذا يستعدل منهم المجرمون أثم إذا ما وقام أنتم به آر الآن فقد كنتم به تستعدلون ثم قيل للذين طنموا ضوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم لمعجزين ولو أن لكل لفت غلمت ما في الأرض لفتدت به فأثلوا النتابة لما راه العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يذلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن ععد الله حف لكن اكثر هم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت وإليه تغدعون يا أيها الناس قد داءتكم موعدة من ربكم قد داءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في السدود وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنسل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ذن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فصل على الناس ولكن أكثر لا يشكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال درة في الأرض ولا في السماء ولا أسور من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب نبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوص العظيم ولا يأذنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرطا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي دعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يقترون على الله الكذب لا يفلحون متى عنف الدنيا ثم إلينا مرضعهم ثم إلينا مرضعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفرون واتل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم نقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم قمة ثم قضوا ثم قضوا إلي ولا تنزرون فإن توليتم فما سألتكم من أدع إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاء فما أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأنظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم رسلا إلى قومهم فجاء فجاء هم بالبيلات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون موسى وهارون إلى فرعون وبدئ بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما داءهم الحق من غندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر نبين قال موسى أتقولون للحق لما جاء أكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجدنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباء نا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحم لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما داء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المغسرين ويحق الله الحق بكذباته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وبلئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تذبأ لكومكما بمصر بيوتا ودعلوا بيوتكم ودعلوا بيوتكم قبلة وأطيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون إنك آتيت فرعون بلاء زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا أن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم قال قد رجيم الدعوتكما فاستقينا ولا تتمعان ولا تتمعان لسبيل الذين لا يعلمون وداوزنا بمني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده مغيا وعدوى حتى إذا دركه الغرق قال آمانت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل ما أنا من المسلمين آل الآن أقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس لأن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبان فما اختلفوا حتى داءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد داءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو داءت من كل آية حتى يرغ العذاب الأليم فلولا كانت خرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك ولآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تغره الناس حتى يكون مؤمنين وما كان لنبط أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون كن انذروا ماذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبل قل فانتظروا إني معكم من المتذنين ثم ننجي أرسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الضال إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأبرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يذرك فين فعنت فإن كينا من الظالمين وإن ينفذك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يرذك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد داءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفه ومن ضل فإنما يظل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وصير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى كتاب أحكم آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبسير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمدعكم متاعا حسنا إلى أذل مسمى ويؤدك الذي فضل فضله وإن تولو فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرضعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصنور ترجمة نانسي قنقر